قال سعادة المهندس باسم بن عقوب الحمر وزير الإسكان إن مشروع ديار المحرق يمثل رؤية الوزارة في التعاون مع القطع الخاص وزير الإسكان قال إنه خلال عام من الآن من المتوقع يتم إنجاز 500 وحدة سكنية كبداية في هذا المشروع مشروع ديار المحرق طبعا يمثل رؤيتنا المستقبلية في التوسع مع العمل مع القطع الخاص طبعا التجربة الأولى كانت في المدينة الشمالية في بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية هذه هي التجربة الثانية وإحنا إن شاء الله قطعنا شوط في هذا العمل نتوقع إن شاء الله خلال عام من الآن يتم إنجاز المرحلة الأولى اللي في حدود 500 وحدة سكنية